عفو على المحتجين في ايران هكذا قالت وسائل الاعلام الايرانية عشية ذكرى ما تسمى بالثورة الاسلامية الخمينية وهو عفو مشروط بحسب خامنائي الذي قال بان الندم والاعتراف بارتكاب الجرائم هو شرط العفو وردا على ما سماه القضاء الايراني عفو عن المتظاهرين وصف عدد من المحامين ونشطاء حقوق الانسان والمتظاهرين المسجونين والسجناء السياسيين السابقين العفو بانه عمل دعائي لاهداف فرض رواية النظام التي وصفوها بالكاذبة العفو الايراني على المحتجين يقول قانونيون انه محاولة من النظام تبرئة ساحته وتحويل المحتجين الى مجرمين وذلك بمطالبة النظام شرط الندم وقد بدى ذلك جليا من خلال عمليات الاعدام التي قام بها النظام والتي نالت من المحتجين تحت اتهامات قتل افراد من الحرس الثورية وعناصر الباسيج وفي حين تحاول ايران طي صفحة الاحتجاجات وليعلان عن نهايتها يخرج احد مسؤولي تشخيص مصلحة النظام ليعلن بان ما حدث في ايران مؤامرة ما تزال مستمرة لاسقاط النظام الديني المتشدد وعدى الاحتجاجات مستمرة في اشارة الى جنوبية ايران التي تشهد حراكا مذهبيا غير مسبوقة وفي الوجه غير الشرعية للنظام الايراني قال مرشح الرئاسة السابق حسين موسوي الى ان النظام الايراني بحاجة الى تغيير جذري في ظل وجود تحركات احتجاجية تشمل النظام السياسي في ايران والتدهور الاقتصادي والتفكك الاجتماعي والانهير الثقافي بظهور ارقيات الجنوب الى السطح والشرخ السني وهو ما يؤكد عليه مراقبون بان ايران لن تشهد هدوءا باستمرار النظام الديني المتشدد نتيجة التأييد الدولي لضرورة خضوع النظام لصندوق الاقتراع المباشر لا فتوى المرشد والمهد المنتظر اشتركوا في القناة